ترجمة نانسي قنقر برعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الخبراء المشاركون في الاجتماع الذي عقد بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على مدى يومين قدموا أوراق عمل متنوعة تنولت الخبرات والمستجدات في مجال الإعداد المتقن للسياسات والخطط الاستراتيجية التطويرية في ضوء المفاهيم والمعايير العالمية لجولة التعليم بما يتلأم مع الاحتياجات التنموية لكل دولة إضافة إلى استعراض أحدث الأسليب العلمية المتبعة في عملية التقويم المستمر لبثل هذه الخطط والاستراتيجيات يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ برامج وأنشطة منظمتين الأسسكو والأليكسو وفي الحقيقة فإن لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير التربية والتعليم تقوم بتبني توجهات الحكومة للاستفادة المثلة من البرامج والأنشطة التي تقدمها هذه المنظمات والشكر موصول للمنظمة الأسسكو على عقد كثير من ورشة الأقليمية في مملكة البحرين مما يبين المكان العالي والمتميز للمملكة البحرين في المجال التعليم وقد شاركت مملكة البحرين بورقتين عمل الأولى قدمتها الأستاذة لطيف البنوضة الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم فقد قدمتها الدكتورة فرزان المراغي مدير إدارة البحث العلمي بالأمانات العامة لمجلس التعليم العالي كما قام الخبراء المشاركون بزيارة إلى مدرستين حكوميتين للإطلاع على تجربة المملكة في تنفيذ خطط واستراتيجيات في تطوير التعليم حقيقة الدكتور ماجد بن علي النعيمي يقود سفينة التربية إلى التقدم وإلى الأمام لاحظنا من التطور التكنولوجي في إدخال التكنولوجيا في التعليم أنا أحب أشكر المملكة البحرين على جهودها في استضافتنا اللي في الحقيقة ما قصروا وأبدو كل اهتمام وأبدو كل المساعدة والتعاون والتقينا بمعالي الوزير التربي والتعليم كمان كان دعمه ومسانته أنه كأشقاء عرب كثير رائع وكثير مميز فإحنا فعلا يعني بنثمن هذه الجهود بنشكركم عليها حقيقة أنا شايفاً المؤتمر ده كان شيء مهم جداً وساعد على تبادل خبرات كثيرة جداً نظراً للمشاركين من دول متعددة من العالم العربي وفي ختام الاجتماع ألقت الدكتورة لبنس ليبيخ الأمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة البيان الختامي للاجتماع متضمناً عدة توصيات على أن ترفع هذه التوصيات إلى المنظمتين الإسلامية والعربية للتربية والعلوم والثقافة من جانب آخر استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتب ديوان الوزارة عدداً من المشاركين في هذا الاجتماع مؤكداً أن تنظيمه على أرض مملكة البحرين يأتي في سياق حرصها الكبير على دعم تنفيذ الفعاليات التربوية على المستويين الإقليمي والدولي من منطلق اهتمامها بتبادل الخبرات والتجارب التربوية المتميزة بما يصب في مصلحة المسيرة التعليمية ومخرجاتها في جانب